نشرة نيضارية من المستوى البرتقالي ستجد المملكة بداية من يوم الغدى الجمعة يشرون شوتنبيرا لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بكل التفاصيل والأخبار المتعلقة بتقس بلادنا المغرب مرحبا بكم متابعين الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة تقس ببلادنا المغرب نستهدل النشرة الجوية لهذا اليوم بتوقعات حالة تقس اليوم الغدى الجمعة يشرون عشرون شوتنبيرا حيث من المتوقع أن يكون الجنوب الشرقي على موعدين مع نزول الزخاط المطارية قوية ومن المستوى البرتقالي وسيهم الأمر المناطق التالية حيث من المتوقع أن تشهد طاطا وفومزكيد وكذلك تالولانت تالوين وإقليم وارتزات وكذلك تنغير تبانت نزول الأمطار قوية ذلك خلال الفترة أو فترة بعد الزوال من يوم الغدى الجمعة عشرون عشرون شوتنبيرا ومن المتوقع أن تستمر هذه الزخاط المطارية على مستوى الفترة المسائية على مستوى الجنوب الشرقي وكذلك على مستوى الواجهة الغربية الوسطى للبلاد حيث من المتوقع إن شاء الله أن تكون زاقورة فمزكيد وكذلك تالولانت قدير وكذلك منطقة التالوين وارتزات بانت نغير وكذلك على مستوى مرتفعة للتصال كبير وكذلك المتوسط من المتوقع أن تعرف هذه المناطق تشكل غيوم قد تكون مصحوبة بنزول قطارات أو زخات مطاري عاصفية أحيانا رهدية وقوية ومن المتوقع إن شاء الله كذلك أن تعرف منطقة غير تبانت وراشدية وبني تجيد وكذلك ميدلتان تعرف هذه المناطق بدورها اضطرابات جوية قد تكون مصحوبة بنزول زخات مطاري عاصفية أحيانا رهدية خصوصا على مستوى هذه المناطق المذكورة ها من المتوقع أن تستمر هذه النشرة أو هذه الحالة الجوية على مستوى الجنوب الشرقي طيلة المساء يوم الغدب بإذن الله تعالى حيث من المتوقع أن تشمل معظم المناطق ومناطق الجنوب الشرقي كما يوضح لنا هذا المرجع ومن المتوقع إن شاء الله كذلك خلال الفترة المسائية نزول أنطار قوية جدا على مستوى منطقة الزعق وكذلك أجدرية وكذلك على مستوى أشد وقد حدرت مديرية الأصدر الجوية في نشرتنا السابقة من المستوى الأحمر على مستوى هذه الجهات وبالتالي وجب اتخاذ الحيطة والحضارة من طرف ساكينة قالمنا الجنوبية وفيما يخص الفترة أو المنتصف ليلة الجمعة من المتوقع إن شاء الله أن تستمر هذه الزخاطة المطرية المرتقبة على مستوى الجنوب الشرقي للبلاد وخلال الفترة الصباحية من يوم السبت 21 شوتنبير من المتوقع أن تعود الأجواء إلى الاستقرار بشكل تدريجي خلال الفترة الصباحية خلال الفترة المسائية من المتوقع إن شاء الله أن تعود هذه الزخاطة المطرية على مستوى الأقاليم الجنوبية للمغرب التي ستشهد دخول أمطار عاصفية قوية وبالتالي من الواجب اتخاذ الحيطة والحضار بإذن الله ومن المتوقع متابعين الكرام أن تبلغ هذه التساقطات المطارية قلت الزمور وكذلك منطقة مدريكة بلاد الفولة وكذلك بوغراعة وكذلك الصمارة أمطار قوية مرتقبة بحوزة وكذلك الجديرية وأمطار قوية كذلك مرتقبة بالبويراتة المسيدة بالطاح وكذلك الزاكة أمطار قوية كذلك مرتقبة متابعين الكرام بأسا وأفريقات وقلميم أشتاق يفرد أطلس الصغير وكذلك تفرد طاطة تيسينت وكذلك إغام فومسكي تزنق تلوينا وكذلك أكدز وكذلك مدينة الزاكورة وردزات أم حميد الغزلان ومن المتوقع متابعين الكرام كذلك مرتفعة لتصل كبيرة وكذلك المتوسطة تعرفة تشكل سحب وقد تكون مسحوبة بين زوري زخة مطارية عاصفية نمو متوسطة إذا هدف من خص متابعين الكرام حالة التقصى الخاصة بهدان اليومان في انتظار آخر المستجدات الخاصة بحالة جوية بالمغرب دمتم في حفظ الله ورهايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته